يمكن أكثر من مسألة يمكن إشارة إليها. المسألة الأولى هي أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وهناك حرب ثانية تجري في إسرائيل في موازات الحرب العسكرية. حرب البقاء الشخصي والبقاء السياسي. وحرب استعادة الهيبة واستعادة الصورة واستعادة الاعتبار. هذه الحرب الثانية يخوضها المستوى العسكري من أجل نفسه ومن أجل صورته. ويخوضها المستوى العسكري مقابل المستوى السياسي من أجل إبعاد المسؤولية الكاملة عنه. أيضا يخوضها المستوى السياسي مثلا ببنيمين نتنياهو. لكي يبعد عنه التهمة أو التحمل المسؤولية. وأيضا لكي يضمن بقائه مستقبلا في الحياة السياسية. وتخوض هذه الحرب أيضا كل المكونات السياسية. سواء منها من هو داخل الحكومة أو من هو خارج الحكومة. فإذن نحن أمام حرب داخلية متعددة الجبهات. عنوانها اليوم الذي سيلي الانتهاء على الحرب. وهناك تفصيل في كل حرب من هذه الحروب. هناك مستوى ثاني أيضا له علاقة بأزمة الثقة التي نشأت. أيضا على أكثر من مستوى. أزمة الثقة التي نشأت أولا بالمؤسسة العسكرية بالجيش الإسرائيل وبلغ جهزة الأمنية. من قبل الجمهور الإسرائيلي ومن قبل الطبقة السياسية. الجيش الإسرائيلي معني استعادة هذه الثقة. هناك أزمة ثقة أيضا داخل الحكومة الإسرائيلية. بين مقونات اليمينية المتطرفة للحكومة وبين بنيمين نتنياهو. لأنه جهات يمينية مترفة. تعتقد بأن نتنياهو لأنه حريص على بقاءه السياسي. قد يخضع لبعض الضغطات الأمريكية أو غير ذلك. وبالتالي قد يذهب إلى تسويات لا يرضون بها. وهناك أزمة ثقة واضحة جدا بين نتنياهو وبين وزير الأمن يوأف غالنت. وأكثر ما تجلت هذه الأزمة. وأكثر مجل حديث عنها. أخذت عدة ثور. هي بدأت قبل الحرب منذ الحرقة الاحتجاجية. ووقوف غالنت إلى جانب المؤيدين لوقف التشريع القضائي. وإقالته من قبل نتنياهو وثم عودته إلى الحكومة أو إعادته. وظهرت في خلال الحرب في أكثر من محطة. البعض قيل بأن الهجوم على لبنان كان أحدى محطاتها. محطات الضربة الاستباقية. ولكن أكثر تجلياتها عندما عقد مؤتمر صحفي منفرد نتنياهو ومع غالنت. وآخر تجلياتها عندما ما سرب قبل أيام من أن نتنياهو أمر رئيش الموساد بعدم المشاركة في الجفر. إذا هناك أزمة ثقة والكلية تحسن. وتذكرون أيضا في السابق أنه موضوع التسجيلات وعدم التسجيل. هناك أزمة ثقة. وهناك أزمة ثقة بين نتنياهو وبين شركائها غالنت وأيزينكوت. عفواً غانس وأيزينكوت. إذا هناك أزمة ثقة متعددة. تنعكس لا شك أن هذه أزمة الثقة. تنعكس في الأداء العام. تنعكس في ثقة الرأي العام الإسرائيلي وتضامنه في هذه الحرب. وتنعكس أيضا ضعفا عاما في نظر الجميع.